أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين حققت نهضة شاملة في مجال تعزيز الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقمين على أرض المملكة وعلى مستوى سواء على مستوى التشريعات أو الأليات المؤسسية ذات العلاقة عما جاء ذلك لدى استقبال معاليه اليوم وفدا من مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي الذي يزور البلاد حاليا حيث استعرض معاليه الإنجازات الحضارية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين والتي تعد ثمرة الدعم والاهتمام من قبل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى منوها إلى الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية وفي إطار من التكامل والتنسيق مع الحكومة الموقرة لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق الإنسان وتعزيز التعايش المجتمعي واحترام التعددية ونشر قيم التسامح في المملكة بالإضافة إلى سبل تحقيق التطور والتقدم المنشود على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على اعتبار صيانة حقوق الإنسان أحد أهم الركائز التي أكد عليها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية تنمية التعاون بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والبرلمان الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا المطروحة على الساحة الدولية وفيما أعرب معاليه عن تقديره لأعضاء الوفد باهتمامهم بمملكة البحرين وما تشهده من نمو وتقدم في مختلف المجالات لسيما فيما يتعلق بالمجال التشريعي من جانبه أشاد وفد مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي بما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة في مختلف المجالات وخاصة في التعليم وتوفير الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستمرة مثمنين الجهود المشتركة التي بذلتها المملكة لمكافحة انتشار جائحة كورونا على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر